بقى نرجع مرة تانية لكرة القدم والروح تحديداً لمنتخب مصر اللي بيستعد للمنافسة في دور الستاشر من كأس الأمم الأفريقية هيكون عندنا مطشي ومن حد الجاي إن شاء الله وبنتمنى تصحيح كل الأخطاء اللي احنا شفناها طول الفترة اللي فاتت طبعاً ده موضوع لازم يهتم بيه ولازم ينفزه بالفعل الجهاز الفني واللعيبة وأكيد بنتمنى كمان من الجمهور أنه هو يستمر في دعم منتخبنا إلى النهاية برضو الجديد بالذكر عشان نطمر حضراتكم عن آخر المستجدات بمتعلقة بمحمد الشناوي إمبارح الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بخلع في الكتف وبكده يبقى حيغيب عن مباريات المنتخب المتبقية في هذه البطولة وبالمناسبة تم التنسيق بالفعل بين الجهاز الطبي في المنتخب مع نظيره في النادي الأهلي طبعاً كلموا على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية لمحمد الشناوي وصفروا لألمانيا لإجراء الفحصات الطبية اللازمة وكمان إمبارح حسابات النادي الأهلي المختلفة على سوشال ميديا اتكتبت من خلالها أكتر من تغريدة فيها دعم واضح لمحمد الشناوي منها تغريدة بتقول لحامي العاجل ودرع الأمان ستعود أقوى يا قائد وتغريدة تانية اتكتب فيها تمنياتنا بالشفاء العاجل لقائد فريقنا سوبر شنو وده لقبه طبعاً شناوي وإحنا كمان أكيد بنتمناله يعني الشفاء العاجل بإذن الله لحالسنا الكبير محمد الشناوي